لعبة ضخمة من مطور جديد على الساحة لعبة ستيلر بلايد هي الحصرية الجديدة للبلاي ستيشن ومن نشر ستديوهات بلاي ستيشن والمطور الكوري شفت أب ويعتبر مطور جديد على ساحة ألعاب التريبل اي قصة اللعبة تتكلم أن البشر اتركوا كوكب الأرض بعد هجوم كائنات غريبة عليهم وتعايشوا في محطات فضائية وبطالة اللعبة إيف انولدت في المحطة الفضائية وعاشت هنا ولكن أثناء هجوم العداع عليهم هربت إيف لكوكب الأرض وساعدتها القائدة تاتشي وهنا تبدأ القصة بحيث تحاول إيف استكشاف كوكب الأرض وحل الغموض اللي كان سبب في هجوم الكائنات الفضائية عليهم واللي اسمهم نايتابا وبعدها إيف تعرفت على شخص اسمه آدم ويعتبر أحد سكان الأرض ويأخذه إلى المدينة شيون وتعتبر الملجأ للبشر وأيضا تتعرف إيف على ليلي البنت المرحة واللي تشتغل مهندسة وتصنعك الأسلحة والأدوات وآدم وليلي بيساعدون إيف على اكتشاف الغموض أكثر شيء مميز في اللعبة هي الرسوم الجميلة والتفاصيل الرهيبة فيها من تصميم الشخصيات ووجههم والملابس والأسلحة كلها مليانة تفاصيل وأيضا البيئة من ناحة البنيان تلقى مناطق فيها بنيان متحضرة ومناطق فيها بنيان مستقبلية وأيضا مناطق صحراوية كبيرة والمميز حتى أن الشخصيات الجانبية أشكالهم فيها تفاصيل تميزهم وتحسهم كأنهم شخصيات رئيسية في اللعبة المؤثرات البصرية في القتال كانت جدا جميلة وتحمس في القتال وتساعد لأنك تعرف أنواع الضربات من الأداء موسيقى اللعبة جدا جميلة وقريبة كثيرا لموسيقى سسلة نير وطبيعي لأن الملحن في نير هو نفسه اللي لحن بعض المقطوعات في اللعبة هذه وفي أيضا أغاني كيبوب جميلة وموسيقى حمسية بعد أكثر شيء أبهرني هو نظام اللعب والقتال في لعبة ستيلر بليت وما شفت لعبة أكشنية من قبل فيها تنويع وأسلوب قتال مثل ذي ففي الضرب العادي اللي يعتبر يصير كومبو بسيط لكن لما تغير الأزرار يتغير الكمبو والحركات بشكل جذري فمثلا لو ضغط مثلث آخر الكمبو تسوي حركة دورانية في الهواء تضرب أعداء كثار وإذا غيرت الأزرار في الكمبو تخلي السيف يجي عليه كهرب وتضرب فيه وفي أيضا كومبوهات كثيرة مختلفة في الاستخدام والضربات وفي قدرات خاصة اسمها البيتا سكلز هي أربع قدرات مختلفة مثل ضربات طعن قوية وراء بعض أو ضربة سيف دورانية قوية وطبعا تسهلك من طاقة البيتا إلا ما تستخدمها الصد في اللعبة ينقسمي لقسمين الصد بيرد الضربة يعني الباري أو التفادي وقت الضرب وفي البداية بيكون يستخدمهم عادي لكن لما تطورهم بتكون فايدتهم أكبر بحيث تقدر أنك ترد الضربة بعد صدها أو أنك تضرب ضربة بعد التفادي وأيضا يكون فيها عداد مربعات عند العداء كلما ترد ضربتهم ينقص مربع وإذا انقصت مربعات كلها أبتقد أنك تسوي عليهم ضربة قوية جدا لكن أجمل نظام عجبني كان نظام البرست واللي فكرته أنه يكون لعداء ضربات معينة بلون معين وتتغير ردة فعل إيف اتجاههم فمثلا الضربة الزرقة تخلي إيف تروح وراء العدو وتضرب ضربة دوخة واللون البنفسجي يخلي إيف تتفادى العدو أنها تقفز الخلف ورح يدوخ العدو ويبانق تضعفه وبعدين إيف تتخليه مسدس وتضربه وبالحديث عن المسدس اللعبة فيها مسدس واحد أو رجل آلي يتحول لمسدس لكن استخداماتها مختلفة وتقدر تطلقها مثل رشاش أو تستخدم القاذف للصوريخ أو شطقن أو قاذف لللهب حسب الرصاص اللي تستخدمها أو في اللعبة فيها تجارات تطوير مختلفة في البداية بتفتح معاك ثلاث تجارات واللي تكون للضربات الأساسية وخواص صراع البقاء وقدرات البيتا وفي أذن مخيمات منتشرة في الخريطة عن طريقها تقدر أنك تشتري أغراض وأدوات أو أنك تطور فيه شجرة التطوير وإذا استخدمت الكرسي للإسترخاء فبترجع طاقتك وتتعبى شنطة الدواء اللي عندك لكن الأعداء اللي قتلتهم رح يرجعون للحياة مثل ألعاب السولس تقريبا وبعض المخيمات بتكون كبيرة بحيث يكون فيها منصة ترقي قوة سلاحك وعدد الأدوية اللي في شنطتك وغير الكثير اللعبة تقدم محتوى كبير جدا من ناحية المهمات الجانبية والاستكشاف في عالمها الكبير لكنه مو ضخم مثل باقي ألعاب العالم مفتوح وفي نقاط تنقل سريع متوزع في الخريطة تسهل الاستكشاف فيها وأيضا بعض المهمات الجانبية تكون عبارة عن قصة قصيرة فيها عمق وجميلة وتقابل شخصيات جديدة وتساعدهم في حل مشاكلهم وجدا عجبتني المهمات هذه أما باقي المهمات تأخذها من اللوحة في المدينة وبعدين تروح تسوي المهمة وترجع للوحة وتسلمها ما في حدا تقابله ولا شي بعضهم كان مثير الاهتمام مثل تحل لغز معين وبعضهم راح تجب ذا وودي ذاك وفيها نوع من تكتر للممل في بداية اللعبة أول ما توصل المدينة سكانها بيكون يكرهونك ويكلمونك بأسلوب سيء حتى اسمك ما راح يقولونها بيقولونك اينجل أو الملاك لكن لما تتقدم في اللعبة وتخلص المهمات لهم راح يتعرفون عليك ويتغيرون تعاملهم معاك ويصيرون ينادونك باسمك ويصيرون أكثر ألفلك صراحة جدا عجبني هذا الشي وحسيت الأشياء اللي سويتها في اللعبة صدق أنها غيرت حاجة في العالم الحاجات اللي ما عجبتني في اللعبة هي تكرار اللعداء واللي في منتصف اللعبة تقريبا بتشوفهم كلهم وبعضهم كانوا زعماء وصاروا حوش عديين وأعرف أن هذه مشكلة أغلب العابة على المفتوح لكن هنا حسيتها ورحة أكثر بالنسبة لي وأيضا هذا شي مرة فضغطي عدم وجود خريطة مصغرة صعب علي مهمات الاستكشاف لأن المنطقة كبيرة والضيع وكلها لفات ولازم أدخل كل شوي الخريطة أشوف وين أنا فيه وين أروح وكذا وحتى اللعبة فيها بوصلة تساعدك لكن المصيبة الكبيرة أن البوصلة هذه تختفي من نفسها بعد فترة بسيطة وما أعرف ليش حاولت أدور في العدادات عن شي فيها لكن ما في فايدة والطريقة الوحيدة أن أرجع البوصلة هي عن طريقة أن أدخل المهمات وحدد المهمة مرة ثانية وبعدها تطلع للخلبة وصلها مرة ثانية ما أدري هل هذا شي متعمد ولا راح يتعدل بتحديثات مستقبليات لعبة سيلر بليد جتنا مفاجأة من مطور جديد في ساحة ألعاب التربل اي فيها نظام لعب متنوع ومسقول جدا ومحتوى كبير ورسم وموسيقى ممتازة وقصة جميلة ورهيبة فإذا كنت تحب ألعاب المغامرات بنظام قتال عميق ورهيب فيمكن اللعبة هذه راح تعجبك شكرا